اللي هو يتحول إلى ظاهرة إلى ترمبية والحزب الجمهوري أصبح ترمبي أكثر منه وأن هناك على الأقل أكثر من نصف سكان أمريكا هما ترمبيين بشكل أو بآخر لكن كارثة ترمب على العالم الذي نعيش فيه علينا كبشر خلينا أذكركم أربعة للسرية واحدة من القضايا الكبرى هو تفوق العنصر الأبيض قضية الهوية لهي أصبحت مشكلة كبرى في أوروبا خاصة مع المهاجرين موجودة ومعمقة في الولايات المتحدة ولكن شفنا هنا في أقوة الماضي في شهر الثمانية الماضي كيف ظهر شغبا لم يسبق له مثيل في بريطانيا في تاريخها كلها قادوه أصحاب التفوق الأبيض والعنصريين البيض هذا كارثة على البشرية لأن هتلر ماذا كان؟ كان يؤمن بتفوق العنصر الأبيض الجرماني ولكن عموما كان يؤمن بتفوق العنصر الأبيض خرج كيلي اللي كان هو مسؤول الكبار الموظفين في بيت الأبيض وأحد الكبار الجنرالات كان أيضا شغل معه الاثنين قالوا إنهم سامعوا ترامب أنه يمجد هتلر ويمجد الفاشية وحدثت هذه قبل عشرة أيام وكانوا يظنوا بله هذا سيؤثر لكن لم يؤثر هذا واحد من الكوارثة على البشرية هذا واحد من الكوارثة على البشرية ثاني من الكوارثة على البشرية لا يؤمن بالتغيرات المناخية نعم تغيرات المناخية هي حقيقة انظر ما حدث في إسبانيا كاد أن الملك هو رئيس وزراء وما جرى قبلها بأيام كانت إيطاليا تغرق أيضا طبعا أمريكا وما يحدث فيها من عواصف في الصين في كل العالم تغير المناخي حقيقة هو يقول هوكس إنها كذبة إنها خداع ليس صحيح عمقه بأن جماعات البترول والغاز الصخري اللي هم طبعا تدمير هائل للبيئة يشجعهم وهم فرحانين به كثير بالمناسبة نقطة ثالثة فيما يتعلق بالبشرية موضوع المهاجرين الحقيقة مش في أمريكا فقط سيمس آخرين أيضا سيدمر المهاجرين هناك تحدث معنا أن هناك عشرين مليون ربما يبالغ فيها أن هناك عشرين مليون طبعا هو يبالغ هو مرة قال أنه يدخل لأمريكا في حواره مع هارس في مناظرته قال أنه يدخل عشرين مليون شهريا طبعا كان جنون كذب لو جاينا في زمن حاقل كانوا يحبسين يقولوا لا أنت ماذا تقول يعني هو العدد مش حتى مليون شهريا لكن هو قال عشرين مليون هذا صبعا سيؤدي إلى دمار هائل لملايين الأسر اللي سيتم تضييق عليهم أو طردهم ولكن ليس فقط الأمريكيين أو الذين يتواجدون في أمريكا كمهاجرين يسموهم غير شرعيين الطبقة الهشة هو يتحدث على أن أوباما كير سينهيها لقضية التأمينات الصحية وأنه سيسمح للوبي التأمينات ولوبي التأمينات كما تعرفون اللوبي خطير جدا وكبير جدا قضية اللوبي اللوبي السلاح هو صحيح يتحدث على أنه لن تكون هناك حروب ولكن من أكثر دائميه هو اللوبي البترول واللوبي السلاح ربما سيحدث له إشكالات وهذا قد يكون فيه بعض الفائدة مع جماعة زكربيرغ والفيسبوك هدد بأن يسجنوا بالمناسبة أو مع الجوجل ومع أمازون هؤلاء كلهم كانوا ضده وهؤلاء تبرعوا للديمقراطيين مع دا إيلون ماسك في هذه المجموعة لكن الحقيقة أن ترامب فيه مخاطر على الإنسانية أيضا قضية التفوق العنصرية قضية عدم احترام ما هو غير أبيض قضية المهاجرين قضية الطبقات الهشة في الولايات المتحدة هذا كل له صدى هنا في الغرب بإضافة إلى ذلك أمس تانيل فور نيوز عملوا مقابلة مع ابن شقيقه ابن أخوه يعني أخوه اللي هو زعلان من عنده ابن أخوه زعلان تمام يعني ابن أخوه أظن أنه اسمه تيد ترامب قال له ليش أنت زعلان منه يعني قطول عمرك هيك قال لا لا كنا حبايب وكنا لا ننقطع عن بعضنا البعض نلعب غولف مع بعض ومش عارف نروح سينما مع بعض داما قال له طب إيش اللي حصل قال هذا عنده قسوة وأنا لم ألحظ هذه القسوة إلا لما أجاني ولد معوق وقال له ابنك هذا لازم يموت صحيح صور يعني هو يرى أن المعاقين وهذه هتلالية دارويني هو دارويني في نظرته للآخرين نعم البقاء للأقوى البقاء للأقوى ليش هذول المعاقين هذول ما هم عبع على المجتمع هو يقال أنه كانوا من من كانوا ضحايا المحرقة غير اليهود كانوا المعاقين هذول كانوا يسموهم يوسلس إيترس يأكلوا ما ينتجوش يأكلوا لا ينتجون شوف هو فيه كل توصيفات النرجسي الخبيث واللي أعبر عليه بالإنجليزية النارسيسيستيك بيرفس وهو جنود العظمة بعبارة أخرى أيضا بالعربي كل الصيفات كل الصيفات أنا الحقيقة تميت بالموضوع هذا في السنوات الأخيرة لأرى بعض طبيع الناس وأنا عندي حساسية رهيبة جدا لهؤلاء لأن الحقيقة أن الصفاتهم شيطانية صفاتهم شيطانية يعني يكرهون مثل موضوع المعاقين ترمب يكره المعاقين يكرهون غير لونهم يكرهون من يقول فيهم ولو كلمة واحدة نقد ولو بحق يهاجمون ذلك حدد بالانتقام وهذا اللي مخيف والآن الناس خايفين منه ينتقم كيف سينتقم من كل الذين انتقدوه وقالها صراحة بالمناسبة قد تشفى عنا وحدة يمنية اللي هي المحامية انتاعو هي يمنية محامية انتاعو وقفت معه وقوف كبير عندهم مشكلة أخرى فالقضاء الأمريكي الآن هو مدان هو ليس متهم مدان ب34 جريمة ومتهم في حوالي 60 جريمة بس قالوا ان لديه صراحيات الآن ان يسخد جميع هذه القضاءة بالضبط وبالتالي هنا قضية هنا قضية رولو فلو اللي بنيت عليه الليبيرالية أنا أشهد ان ترمب يأتي لتهديم الليبيرالية الغربية اللي أكيد ان فيها بعض الإيجابيات ولكن في الحقيقة فيها خبث كبير وفيها نفاق كبير غزة أثبتت وأظهرت هذا النفاق بشكل فضيع مريع هو يأتي لإثبات وإظهار وإخراج هذا النفاق قد يكون من هذا الجانب ولذلك بعض الكثير من المسلمين أنا رأيت أنهم سعداء يقول لك نحن سعداء لأن ترمب سيفضح النفاق الغربي كما لم نستطع نحن أن نفضحه أو أي شخص أن يفضحه في العالم ما يقوم به ترمب في الحقيقة هو قبل كل شيء هو دمار للعالم أجمع يعني لكن قبل كل شيء هو لأمريكا ولدول الغربية كان وزير الخارجية هنا أعتقد أنه كان هاجمه بشدة أنا لا أستبعد أن ستارمر سيغير وزير الخارجية الآن محرج ترجمة نانسي قنقر